أهلا بيكم جديد والتحية لكل الناس اللي نضمت لمتابعتنا في الفقر الأخير من 24 قراط اليوم سنتحدث مع الدكتور راسيف المكاوي عن مركز المكاوي للأعشاب والتجميل والحجامة الإسلامية دكتور راسيف المكاوي اختصاص الطب التكميلي وخبير التداوي والتجميل بالغذاء والماء والأعشاب والبدائل الطبيعية مساء الخير عليك يا دكتور أهلا بيكم أهلا وسهلا وأنا سعيد جدا إن شاء الله أكون معكم في هذا المساء الجميل الله يخلي خليني أبدأ من التخصص خبير الطب التكميلي وخبير التداوي والتجميل بالغذاء والماء والأعشاب والبدائل الطبيعية لياتوا الدرجة الماء مهم جدا في أي عملية يعني علاجية دايما لما نبدأ لأنه في جزء من المحاور عندنا موضوع التسمين والتخطيص صحيح الشخص عندما يقرر يسمع أو يقرر أنه يخسر وزن الماء عنصر أساسي جدا وممكن نتكلم في الحتة دي باستفاضة قبل من خش المحاور طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم البداية لأسؤال جميل وسؤال هادف لكن خليني يعني أعرف عزيزي المشاهد ما هو الطب البديل أو الطب التكميلي أو لماذا طب البديل في الأولى الأخيرة الآن نجد العالم كله توجه للطب البديل والآن في الولايات المتحدة الأمريكية في اليوزي يعني الطب البديل ممكن نوصل لمرحلة تفوغ الخيال وفيه شباب باحثين ممكن أفنوا زهرة شبابهم في هذا الطب ما يعرف الآن بالأولتير ناتيف ميديسين أو الكومبيل ميتر ميديسين اللي هو الطب التكميلي طيب الطب البديل هو اسلوب علاجي بيختلف في أنماطه وفي آلياته في النقاط الممكن يعتمد عليها لكن في النهاية بيهدف إلى الاستشفاء طيب وكلمة الطب بديل يعني من خلال هذا الاسم يتبادل للزهن أنه في حاجة بديلة بديلة لشنو في حاجة بديلة لكن هو الاسم أتى لماذا طب بديل في بعض الممارسات الطبية الحديثة المختلفة ممكن تكون مما ممارسة في الطب الحديث بشكل طبيعي هنا جاء الطب البديل يعني فيه أشياء مرسوا على طباه في عياداته في الطب البديل عندنا ما موجودة كذلك في الطب البديل فيه أشياء مرسوا على العياد في حدف الوصول إلى الاستشفاء في الطب الحديث ما موجودة فيبقى من هذا التعريف أنه العملية تكاملية بين الاسمين يعني ليست هي حلال الطب الحديث أو الغاء وإنما العملية تكاملية الشمولية الهدف منها الوصول إلى الاستشفاء وتقديم خدمة متميزة لهذا الإنسان ممكن يكون بغلة تكاليف وبأشياء تكون عندها المأمونية الطب البديل من خلال الجزئية الزخرة التائمتي عنده أنماط مختلفة يعني جزء من أنماط اللي يعتمد عليها الغزاء والماء كذلك العشاب العشاب يمكن يشكل 80% من هذا الشق من الطب البديل فالماء مفيد جدا في حياتنا وده الجزء الآن نستخدمه في عملية الاستشفاء وعندنا ماء زمزم اللي هو ماء حيوي ومغنط في نفس الوقت فيه طاقة عالية جدا فيبقى كل ما كان الماء في استخدامك له كفاة عالية وانت بيضيف له طاقة كل ما شكل عملية دفاعية وغائية في نفس الوقت بتدخل معنا في كل العملات التجميلية سواء كان في العملية العلاجية العملية التجميلية العملية الغزائية وربنا سبحانه قالوا جعلنا من الماء كل شيء لكن بعد ذلك الاختلاف في أي جهة أو أي مؤسسة كيف يبتعالج بالماء فنحن الأشياء دائما لما الناس يجون لها فرض الواقع بتكون يعني بشكل واضح أفضل من تكون شفاهة فنتمنى الآن ناس يا أخوان مركز المكة وموجود عندنا كم غسم ممكن من العمل معها من ضمن غسم الاستشفاء بالماء يندي نصائح معينة وكيفية معين استخدام الماء عندنا غسم التدايب العشاب عندنا غسم الحيام الإسلامية للناس الإنجاب والسكر كذلك عندنا غسم العشاب وعندنا غسم الإعلاج العكاسي ممكن يكون دي ملامح بسيط من ملامح الطب البديل الممارسة أو موجودة عندنا الآن ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى بالذات المؤسسة المكاوي اهتمت بهذا النوع من الطب ووضع البصمة فممكن يكون يعني نحن ما عايزين نبالغ أنه أي حي يوجدنا لها حلول هين قطعنا مسافة كبيرة جدا في هذا النوع دي بصورة عامة مركز المكاوي والنشاط اللي هو شغال فيها طيب خليني كسيدة ممكن يكون كل السيدات مهتمات بالجمال والتجميل وحتى الرجال يعني هو عالم الجمال ما محصور فقط على السيدات كلمني عن مركز التجميل أو قسم التجميل عندكم في مركز المكاوي طيب التجميل عندما نتقلم عن التجميل لا بد نعرف ما هو الجمال هو الأشياء التي تتعلق بالعملية التجميلية نفسها والجمال ينقسم إلى غسمين هناك جمال الأبدان وجمال الأرواح والعملية التجميلية هي باب واسع جدا يعني أنا ما عارف أبدالك منه لكن إذا مسكنا من فوق مثلا هدينا بالشعر بالذات عند السيدات طبعا أكيد أي واحدة عايز شعر بشكل معين بلوم معين يكون طويل يكون فيه نعومة فيه حيوية خالي من كل المشاكل الممكن تصيبه زي الحكة والقشرة والأكل والالتهابات والحزاز والجفاف والتجعب ونحن نقول دايما يا أخوانا في المغامة الأول الشعر هو اهتمام يعني الإنسان إذا اهتمى بنفسه بالذات في عملية التجميل بيتجاوز كثير من المشاكل الممكن تصيبه فبالذات في المزلة المتعلقة بمشاكل الشعر كلها نحن الحمد لله يتعالى في مركز المكاوي يمكن أن يكون وضعنا لها حلول جميلة جدا وتبدأ هذه الحلول من النصايح والإرشادات والتغذية والوصفات فيه ناس بنا نديهم نصايح هو أن نعملوا كده ويجنبوا كده أنه فيه ناس ما عارفين مشكلتهم أساسا بتكمل في شه فيه ناس بنحتاج نحن نحن نحاولهم لجهازة الإختصاص يعني فيه ناس عندهم مشاكل صحية ينتج مينها تصاغط في الشعر هذه المشاكل بداعة الأجهزة الإخراجية مشاكل متعلقة بالكلام مشاكل متعلقة بالكب فالمسألة عميقة جدا يعني ما أي شخص ممكن يحلل لك مشكلتك فأنا بشوف أي واحدة الآن يا أخوان عندها مشكلة بتاعة تصاغط تغصف جفاف مشاكل الجلدية ذي الثعلبة زيال وجوب نحن الآن عندنا مجموعة كاملة وعندنا زياد جميل جدا هذا زياد وضع علينا بصمة في الحلول اسمه ملك الزيود ملك الزيود ده يشتغل معنا في التطويل يعني الواحدة اللي بتستعمل كم منتج شعر بتاعه ما قاعده طول لما تستعمل ملك الزيود ده بساعة في تفاعل البصيلة وبالتالي بساعة في تطويلها وفي نموها وتغذيتها أيضا عندنا زيت اللي هو اسمه الايوان الايوان ده بشتغل بالنسبة للشابات اللي بعانا من التصاغط والتغصف مثل فرق شاسع جدا من التغصف وبين التصاغط لكن بفضل الله تعال هذا الزيت حلل المشكلتين دير مع بعض عندنا حلول تاني أيضا بين نسبة للناس اللي بعانوا من يعني جفاف الشعر بالزاد نحن في السودان صحيح في مسلم الشيتاء وده رقينا لحديثنا القبيلة عن حديثنا عن الموان يعني الإنسان في هذا الفصل بالزاد لا بد يتناول كمية من الموان فكمية الماء اللي بتدخل الجسم بيزيد حجم الدم فبالتالي بتساعد أيضا في تفاعل البصيلة فكل ما تناول الإنسان كمية من الماء بغدر كافي كل ما دخلت معه في التفاعلات الحيوية اللي بيحتاج لها جسم الإنسان عندنا مصد بتعبدر عادية أيضا ده بيشتغلينا في إزالة القشرة إزالة الالتهابات إزالة الحكة يعني كل المشاكل المنشئان هذه السبب في جفاف الشعر وفي تصاغطه وفي تغصصه يعني ممكن يكون معلاج بدون مقاطع باقتصار شديد نحن والشعر بيشتغلنا علىه غسيل ومقوة وأنه من هذه الساعة بدعوية وحد عمدائية مشكلة لأنه في بعض السيدات الوحدة يعني فيه ظواهر السالبة الآن مشاكل بتاعة المقوى السبغاء الاستشوار طريقة اللف كل الأشياء يمكن تسوي لنا مشاكل فحلولة هي موجودة ومتاحة وماشاء الله أثبتت نتائج جميلة جدا ونتمنى أن نستصلنا في أرض الواقع عشان تشوف هذه الأشياء الجميلة كمان أنا كنت أحسألك أنه فيه ممارسات خاطئة للشعر بالتم مش المكوى والاستشوار والتجفيف اللي بسأكل اللي هو الاستشوار والمكوى مع بعض صحيح فيه التدخل المواد الكيميائية الفرد الكرياتين والمسميات الكثيرة جدا اللي هي فردة السبيبة صحيح عن طريق مواد كيميائية فيه ناس كثيرة عانت من حرق للفروة وفيه ناس عانت من فرق للسبيبة ففي بقى التصاقط ما نتيجة مثلا حياة طبيعية اللي هي حامل أو ولادة أو مثلا مرض صحيح سيما حضرتك تفدرت وذكرت هل بيلقوا حلول السيدات اللي بيعانوا من مشاكل التجميلة الكيميائية؟ وطبعا يعني برغم من توفر كمية من العلايات الكيميائية الآن هناك فيه أشياء طبيعية يعني يمكن استخدامها بالوصول لنتائج مثهلة ونتائج جميلة جدا وكلامنا عندنا المتاح يعني أنا أسأي واحدة الآن عايزة تفرد الشعر بتاعه بدون كيميائيات بدون أي مواد إطافية ومصنعة ما عليها إلا تصنع وعندنا حلول نتائية ملحوظة وفي زمن وجيز بتدقي المطلوب تحلل لك المشكلة فأنا بشوف بدل الواحدة تدعى وتستخدم في حيات منك التعود لها بأشياء سلبية عندنا أشياء يعني إحنا الآن متشابه كثير من الأشياء الموجودة في الكيميائيات بتدي نفس النتائج وبمعملية وبدون أي صعيد إفكت جميل طيب كل زول ما رضيان عن وضعه وعن وزنه وعن طوله ففي الناس اللي حاسة إنها هي وزنة زايد تقول لك إحنا محتاجين نضعف أو نخص وفي الناس اللي حاسة إنه بتعاني من النحافة محتاجة تزيد وزنها حالياً دي أصبحت مشكلة كبيرة جداً حتى في الناس اللي جسمهم ما بيستجيب يعني للرجيم أو الحميات وفي الناس اللي ما بيستجيب يسمهم حتى يعني مهما أكلوا من حاجة فيها سعرات حرارية بتلاقي ما عايز يزيد فهل في حلول للبدانة الزايدة أو النحافة عندكم في مركز المكاوي؟ وطبعاً أخذت سؤال جميل جداً وسؤال يعني هادف ودي مشكلة ممكن تكون حاصلة الآن وماثلة لكن يعني التفريق بناتهم اللي اثنين مسألة النحافة وزالت البدانة المزالة ما بيقات ما مزالة طرفيهية ولا مزالة بتاعت يعني باستطلاق ما زالة بيقات نزالة صحية بحت يعني الآن بيجد البدانة ذي عندما آلات عندما مشاكل صحية ونحن نقول عليهم الكبير بيننسبة للمشاكل بتحصل لقسم الإنسان الانسان لما يكون بدين معناته عرضة لكتير من المشاكل اللي ممكن تصيبه مشاكل الصفل الشرائيين أو لوعي الدموية أو القلب كلها تجيسة ممكن حصلها اختلال بسبب البدانة فالإنسان بيقرب نفسه بدين كيف علشان أنت تكون في الصيف سايد نحن الآن في مركز المكاوي عندنا نحن يسميه دليل معدل كتلة تجيسم فلما نجينا الشخص بنقوم نوزنه نشوف وزنه وبنشوف طوله بعد ذلك على ضوء بنحدد كمية الوزن الزايد الوزن زايد زيادة عادية زيادة وزن زيادة مفرطة في الوزن بعد ذلك بتأتي الحلول فبفضل الله سبحانه وتعالى الآن مركز المكاوي يتشف أو وجد منتيات هذه المنتيات من شأنها تزيل البدانة ولما نقول البدانة بالذات لما نتكلم عن البدانة الموضعية بنجد الآن مزلط البطول نحن ترقى الآن الناس بدعان مزلط الكرش والناس ما عارف الأشياء الممكن تزيد حجم البطن فنحن في مؤسستنا في مركز المكاوي الإنسان لما نجينا بدين أو عنده بطن زيادة أو دهون حول الأكتاف أو دهون متكدسة بالأطراف فبنقوم ندي نصائح وإرشادات عندنا مطبوعة المطبوعة ده أي إنسان يشير ويمشي البيت يقعد بمزاج يتطلع عليها يتوضح له أي حاجة من شأنها تزيد الوزن أو تخفض الوزن يعني الأشياء اللي بيزيد لك حجم البطن بتلقاها موجودة ودهون هنا بكوين لك اللايفي ستايل يعني تلو مشهد على النمضة تعتقى نفسك في اتجاه المعالج طيب بعض النصائح وإرشادات لأن الخوايات بيقولوا أدوية إنغاص الوزن ووحدها لا تكفي ما لم يكن هناك برنامج متبع نحن الآن ما بننصح يعني المعالجة عندنا ما مدعبة يعني في ناس الآن ويح تقول لكم مش يعمل كده وما تأكل لا وما تعمل فبعقدوا المزألة نحن عندنا منطيات ودي من راهن على هين نزول حيخس بدون ما يحس طيب المنتيات ده زي شون؟ عندنا مجموعة تحتوي على ألياف ألياف النباتية على ألياف النباتية دي الإنسان إذا في استخدامه استخدامه دائما قبل الوجبة بيت التساع ودي بتطبط لنا الشهية يعني تاني السف سف ما في الناس اللي واحد تلقيم اللي صحا بيتعبوش لو ما مر البطن ديت أمام شهية المفرطة دي وأسلم مقاعدة صحية الناس تتبع هي اتباع سنة النبع عليه الصلاة والسلام عن النبي يعني في الحديث نحن غوم لا ناكل حتى نيوم وإذا أكلنا لا نجبع فأي إنسان بيجبع في الطعام بيتحصل له وشكلة بتاعت حجم البر اتنين الناس اللي بتناولوا كمية الماء البارد بعد الوجبة طوالي دي بيزيد حجم البطن أيضا الناس اللي بنوموا على البطن وحيد بنوموا على بطنه ودي غاعدة سيئة جدا لزنزل تبعها في حياته بسبب له في تنشكل في زيادة البطن خلاف المشاكل الصحية والسنة أيضا نهل عن الكلام طيب المجموعة تتلالياب دي لمن تضبط الشهية هي زادة فيها مكملات غزائية وفوقها فيتامينات زي فيتامين اي فيتامين ه وفيها فيتامين بي سيكس دي مكونات غزائية محتاج لها الجسم عشي إحنا ما نفقدها كالنخص الغزائي دي بعد عندها شغل داخل البطن المكانيزم بتاع داخل البطن هي بتقطع الدهون ذات السلسلة الطويلة إلى وحدات صغيرة جدا يسهل إخراجها من الجسم وفي نفس الوقت السكريات ذات السلسلة الطويلة أيضا بيطيعها والبروتينات كذلك بعدها في منتج الإنسان بيستعمل بعد الوجبة وده شكله شواهي شواهي عجبية كثير من الناس الآن بيستخدموا العشاب الموجودة في النت الموجودة في الكتب البطنية يعني الإنسان بيطلع على من خلال بحثه فيه اليوتيوب يقول لك مادة اثنين نتيجة وده بعود لسوال استخدام للعجبة لأنه أي عجبة عندها مكونات علم هذه المكونات ذا الإنسان استخدمها بطريقة ما صحيحة ما بتدي نتيجة وعندها زمن للإستخدام وعندها زمن نحن ومنتجاتنا ذي الزول بيستخدامها بعد الوجبة والمنتجات دي نحن نراعي فوقها النتيجة التجارب خواص الكيميائية والفيزيائية وجودة العجبة نفسها هي بتستخدم بعد الوجبة بتمنع تكون الدهون في الدم يتعمل لها إزابة اثنين دا بيشتغل من الداخل في ناس عندهم حجم البطن أساساً هزاة وحجم واسع أو كبير جداً فده العام لهم دهان موضعي هذا الديهان بتم مسعه على البطن على الجلد الصباح ومساً على التدليق الخفيفي دلك المناطق الحولى الدهون ده كلها فده بيشدة الجلد وبيزيب الدهون يعني أنا خائف الناس دايماً الآن مستعجلين للنتيجة والليك يخي المزالة دي بتحصل ميتين فالتخصيص المفاجئ نحن ما بننصح به لأنه من سلبياته إنه بيكهل ويحصلين طرنخلات داخل الجلسيب فلازم التخصيص يكون متدرج هذا التدرج في التخصيص هو البدي نتيجة دائماً ومفيدة في نفس الوقت فهذه المجموعة هي الآن موجودة ومتاحة وهي زول ممكن يطلبها ويتابعنا بالميازان نحن نوزنك ونقول لك استعمل المنتج مع النصائح والإرشادات والتغذي والوصات والمنتيات الإنسان إن شاء الله بيصل لمبتغره ده فيما يخص النحاف هنزول عايز يخص بالمغابل في ناس عايزين يسمعوا بالذات الشابات والفتيات والإحرسان نفس اللحظة في ناس الآن يعني في مجتمعنا السوداني الزول إذا بيقى بديم ممكن كلها هاجز بسيط لكن إذا بيقى نحيف بتكليه مشكلة لأنه بعض الناس قد يتساءلوا إنه نازل عندهم مشاكل ورعسية مالهم نحاف بالشكل ده فأخواتنا الآن اللي بيشتغلهم في البيت بيشتغلهم في غسيلة المطبخ يبني لين حاجة يسمى التسمين الموضح لأنه بيستخدموا المياه الدافئة والصوابين واللي يتسبب فيه جفاف الدهون حول الأياد يعني فيه بنات الآن عايزة بتسمين للسواعد تسمين للساقين، تسمين للوش أي منطقة في جسم الإنسان ممكن تسمينها تسمين موضعين ولأنه عندنا منتج كبارة عن استخلاص عجبي هو زيت يتم مسح على الجليد من خلال مسح على الجليد بيحصل تغزير الخلايا لما تحصل تغزير الخلايا دي بيحصل لها تكاثر ونمو وبزيد وبتتنفخ يعني عندنا منتج لتسمين الوش وإذا ما شاء الله بيزيد بطريقة متزنة وجميلة جدا وملحوظة كذلك العياد وكذلك السواعد أيضا عندنا التسمين العام ونحن ما بننصح إنه زول إذا بيقى وزنه طبيعي مع طول المتناسق ما يسمن سمون عام بالذات البنات والذات الشابات يعني سيئة واحدة عايزة تسمين طبيعي بمنتياد طبيعية ومنتياد آمنة حتى الحوامل بالنسبة لهم في أمان ما علي إلا تصنى موقعنا الآن في الخرطوم في الإستاد أي زوجة الخرطوم سائل من الإستاد بيقى المكاوي للعشاب والتيميل ونتمنى الآن التلفونات موجودة اللي هو 0-9-166-66-88-5 تلفون ثاني للتوضيح 0-9-222-03-37 فبفضل الله تعالى المنتجات الآن موجودة ومتاحة ونتمنى الناس تصنع عشان تشوف الأشياء دي على الأرض الواقع وأن الطب البديل يشكل الآن ثورة هذه الثورة غادمة لا محالة ونتيجة بالفعل زي ما بقولوا إن شاء الله خيرا إحنا خلاص يعني زمننا على وشك لكن في فصل الصيف بتطهلين مشاكل للبشرة يعني الجفاف الناس اللي بيتعاني من الأكزيما أو من الحساسية بيكون عندهم الجفاف في البشرة طبعا بطبيعة إنه صحيح فهل بيلقوا عندكم تراكيب خاصة بالترتيب الزايد وطبعا زي ما نقول لك نحن الحمد لله تعالى يعني في السودان بالذات عندنا منتيات كمية وطبيعية وهي عجبية بتشابه لنا الكورتزون في خواصه التجميلية لكن ما عنده سعيد الفكرة فالمشاكل بتاع البشرة هي ممكن تكون مشاكل كمية وهايلة لكن أنا اختصر لك الكلام ده كله في الوش فينات بيفتقره الآن الوجدة يا أخوان نايزول بس جلحة هي اللي تصيق عليه و اللي يغنيع بها الوش بتديه نتيجة بالعكس يا جماعة الوجدة فسيولوجيا يتأثر بكل الأشياء اللي بتحصل لجسم سلبة وإيجابة ففي ناسة الآن بسبب الشتاء وبسبب الجفاف البحثة للبشرة عموما بعانوا من المشاكل بتاعتحب الشباب بالشباب عندنا اللي هو الآن حلول متاح بكل أنواع سواء كان نودة بتحتية فوقية رؤوسة وضاء بيضاء دهونة اللي بتحصل لهم ومع ذلك بدنا نبدي النصائح والإرشادات في حاجة أيضا بتخص الأقصر إصابة بها النسابة الزاد النمش والكلف والكلف النمش ممكن يكون بقع بني أو حمراء بيتي يطيل التعرول للشمس أو يستخدام بعض المساحيق وفي ناس بينهم بين المكياج ده بيحصل لهم من المشي أيضا الكلف ده كلها أشياء مركز المكاوية لها حلول طبيعية وحلول آمنة وبلا عودة لكن المشكلة اللي بتكون يعني مؤرضة كثير من الفتيات ما زالت الهالات السوداء والهالات السوداء يا أخواننا في حياتنا العصرية الآن بنيتكنات بسهر جدا في الواتصاب في الفيس التركيز على الأجهزة الإلكترونية دي أكبر السبب لأنه يكون فيه هالات السوداء وغلة النوم لأنه الجسم ده محتاج لكمية أو لساعات كافية من النوم فأي إنسان بسهر جدا وما ينوم ما بيأخذ قدر كافي من النوم بيتحصل له هالات السوداء إن شاء الله يسوعوا فالهالات السوداء الآن مركز المكاوية لها حلول كذلك مزرد التياعيد التياعيد تكون حول العينين وفي جفاف بيحصل الليت عدم تميئة الجسم جسم بيكون ما فوق وما يحصل الجفاف فبعض الأشياء ممكن تكون مرتبة بتحتوي على فيتامين إيه اللي هو ده بيحصل اللي للماتي حتى الجلد وهو بيكون فيه جفاف بعد نحن ما ننصح بإنه الناس يتناول كمية فإنه بقول لك أدوني شي تانوها بقدر لتناول فإذا منك يتناول معطشات يعني زي السمق زي الفول زي البوليات فيه أشياء كثيرة بيتعطش زي السمق موجودة من حولنا لكن الناس البعان من النمش والتكلفة الواحد لو طالع الشغل طالع العمل لا بد تستعمل واغي الشمس واغي الشمس نحن عندنا منطقات طبيعية السمق الشكل واغي الشمس لأنه بعكس لنا الأشياء الفوغة البنفسية والمزالة اللي هو الثقاليل أو التورم بتاع الجليد فكل ما يخص المشاكل المتعلقة في البشرة بالزادة بأنواع الثلاثة سواء كان الجافة أو الدهنية أو المختلطة وأضعب مشكلة علاجة في المختلطة لأنه كثير من الناس ما بيعرفة عامل معها فنحن الآن عندنا صوابين عجبية إن الكريمات موضعية وحياتنا كلها آمنة ومن العشاب وبفضل الله تعالى أغلب الناس الذين يتواصلوا معنا ما كان منهم من الله والشكر وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لكم إن شاء الله دكتور شكرا لجيتك سريعا نحن أذكر المشاهدين مركز المكاول للأعشاب والتجويل والحجام الإسلامية موجود في الخرطوم السوق العربي والأرقام أسفل الشاشة سفر تسعة ثلاثة اثنينات ثلاثة أصفار سبعة وتلاتين سفر تسعة واحد ستة 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 تمانية تمانية خمسة دكتور سيف المكاوي اختصاص الطب التكميلي وخبير التداوي والتجميل بالغذاء والماء والأعشاب والبدائل الطبيعية شكرا لجيتك وبتوفيق لك صاحب مركز المكاوي أنا أيضا نشاكل لكم وأزال الله سبحانه وتعالى أن أكون أصبت في هذه الجزية البسيطة ونوعد المشاهد بالعديد من المفايات وبالعديد من المنتجات وبالعديد من الوصفات الممكن أن نقدمها على الهواء وإن شاء الله موعدون بالجديد وبالمفيد إن شاء الله شكرا جزيلا